نظم اتحاد طلاب اليمنيين في السودان الحفلة المركزية الخامس لتكريم الطلبة المتفوقين وتوديع الخريجين حيث احتفل الاتحاد بتكريم 83 طالبا متفوقا و136 خريجا وعبر الخريجون عن سعادتهم بإتمام مراحلهم الأكاديمية معبرين عن شكرهم للحضور وللجان الحفل المختلفة وأشهد سعادة السفير اليمني في السودان عمر عبدالله المداوي بالاتحاد كما بارك للخريجين هذه المناسبة وعبر عن شكر بلادنا للسودان حكومة وشعبا على احتضانهم للطلاب اليمنيين ومعاملتهم معاملة الطلبة السودانيين وفي كلمة الخريجين أهدى الخريج حيدر حسن النجاح والتخرج للأبي والأم والوطن والسودان وشرف الحفل عدد كبير من المسؤولين السودانيين وقادة العمل الطلابي والعمل الخيري في مقدمتهم الوزير عبد المنعم السني الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية والمهندس محمد عبدالله القاضي الأمين العام لمنظمة رعاية الطلاب الوافدين ومحمد إبراهيم المنسق التعليمي للندوة العالمية للشباب الإسلامي وحضر الحفل السفير اليمني في السودان والمستشار الثقافي ورئيس الجالية ومدير الخطوط الجوية اليمنية والمدير العام لشركة آزال للصناعات الدوائية والمدير العام لشركة أرض الجنتين والمدير العام لشركة اليهاري للتنمية الزراعية والاستثمار المحدود الحفل الذي أقيم برعاية رسمية من شركة زين للاتصالات حضره قرابة سبعمائة طالب من الطلبة اليمنيين الدارسين في الجامعات السودانية وقام اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان بتكريم الداعمين للطالب اليمني في السودان ومنهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوداني والجامعات السودانية ومنظمة رعاية الطلاب الوافدين ومنظمة الدعوة الإسلامية ومنظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي ترجمة نانسي قنقر